أنا اسمي عبدالقادر أحمد التلثي موليد سنة 86 درست محاسبة تزوجت وعندي ابن سميته أحمد على اسم والدي طبعاً والدي هو من وكان معارض في النظام القدافي من 75 تقريباً تجه لي بريطانيا وكان يدرس وتخصص في الهندسة الطيران وهندسة الإلكترونية ثم تخصص في الهندسة الطيران عندما كان في بريطانيا ما كانش معلن أنه هو معارض حتى في المظاهرات التي قدام السفارة وكان يمشي ملثم بحيث أنه يستطيع أن يرجع لليبيا لكن طبعاً استخبارات القدافي عرفت هذا الشيء وتم القبض عليه في سنة 86 طبعاً هو من سنة 86 إلى سنة 96 بالتحديد تاريخ 29.6.96 هذا اليوم مشهور في ليبيا وهو يوم اللي حصلت فيه مجزرة سجن أبو سليم اللي قتل فيها أكتر من 1270 شخص طبعاً بعدها توقفت الزيارات كانت كل شهر نزوروا معاش في زيارات الناس كلها بدأت تشك شنو اللي صاير بس ما فيش أي جهة رسمية أعلنت أي شيء استمروا طبعاً هو احنا كنا شهرياً نبعت في أكل ومواد غذائية وملابس للعائلات كلها تبعت المساجين استمروا يستلموا منا في الأكل وفي المواد الغذائية هذا دليل إنهما موجودين والناس كلها كانت على أمل إنه أبنائها موجودة فبعد التحرير بعد الثورة والتحرير طبعاً تم القبض على مجموعة من الحراسات السجن ومنها اكتشفنا إنه والدي قتل في المجزرة طبعاً إحنا كنا هذا الوقت كله إلى غاية بداية الثورة معناش أي فكرة إنه هو حي أو ميت على سبيل الميتان سالة 2002 وصلتنا منه رسالة بخط يده ومتقنة كان نفس الخط حتى نقارن فيها برسائل قديمة يتطمن فيها على العائلة وطلب بعض الأدوية وملابس ومبلغ مالي وطبعاً إحنا أعطيناه رسائل وعطيناه تفاصيل كانت دقيقة جداً ورسائل العائلة كلها كتبت لها رسائل وعطيناه جهزنا للمبلغ كامل طبعاً هذا الشيء صار في شهر رمضان في 2002 جاء شخص سكي لم أعرفوش يجاء على البيت وفي وقت متأخر وخد أعطانا الرسالة وجاء بعدها بسبوع أخذ الرد في حين أنه سبحان الله يتشاء الصدف أنه يكون متوفي من سنة 96 وهذا الشيء اكتشفناه بعد تحرير طرابلس بعد تحرير ليبيا بعدما تم القبض على مجموعة من حراسات سجن أبو سليم وحقهم عام وحالياً يتم مازال التحقيق مستمر من خلال الأقوال هم أكدوا أنه يوم 29.06.1996 جاء أحد الحرس إلى العنبر خاص بالمساجين السياسيين ونادى عليه بالإسم فطلب منه أنه يتسع السابع صباحاً فطلب منه أنه يتوضى ويصلي ويطلع معه ومن هذاك اليوم يوم 29.06 لم يعرفوا عليه أي شيء بالنسبة للمساجين الموجودين معه أنا شخصياً غير متأكد أن والدي قتل في مجزرة سجن أبو سليم طبعاً بسبب الإشارات اللي كانت يعطونا فيها ونفسياً نحن بشبه متأكدين أنه كان حي سبحان الله ويمكن مجرد أنه مشاعر فقط لأن المجزرة زي ما قلت لك في 96 وللعند 2004 و2005 كانت تجينا إشارات أنه موجود فأحنا متقبلناش مسألة أنه قتل في سجن أبو سليم مؤخراً بعد التحرير وبعد عمليات التحقيق الناس اللي تم القبض عليهم من الحرس يؤكدوا في هذا الشيء فأحنا مضطرين أن نصدقوا هذا الشيء